سوريا فصل جديد في المواجهة تغيرت على إثره موازين القوى على الأرض وباتت الخيارات جميعها صعبة وخطيرة لتخفي الكثير من التحولات القادمة الفصل الجديد عنوانه ريف حلب الشمالي وأبطاله في الوقت الراهن الأكراد وخاصة منهم الموالون لنظام الأسد فتقدمهم الأخير في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية استفز أنقرة ودفع إلى تصعيدا عسكريا في الشمال السوري بين الأطراف المتنازعين دخلت على خطه أنقرة بقصف المدن والبلدات التي وقعت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية القوات الكردية تلك وفي آخر تقدمها العسكري شمالا سيطرت على بلدة تل رفعة جنوب إعزاز في ريف حلب الشمالي وتسعى للسيطرة على قرية الشيخ عيسى غرب مدينة مارع أحد معاقل فصائل المعارضة هذا التقدم يأتي بعد أيام من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق استراتيجية أخرى في ريف حلب الشمالي بينها بلدة كفرنايا ومطار منق العسكري كما أن سيطرة المقاتلين الأكراد على تل رفعة يعني أنهم اقتربوا كثيرا من مدينة عزاز الحدودية مع تركيا تلك المدينة خط أحمر بالنسبة لأنقرة فسيطرة الأكراد عليها يفتح لهم الطريقة للتوجه شرقا حيث بلدة الراعي الواقعة تحت سيطرة داعش ومن ثم جرابلوس وعين العرب كوباني وهو ما يمهد لوصل مدينة عفرين بمدينة عين العرب كوباني وبالتالي تحقيق الحلم الكردي بإنشاء كيانهم على الحدود السورية التركية الممتدة من الحسك شرقا حتى عفرين غربا تركيا لا تريد لهذا المشروع أن يتحقق شعرت بالخطر وسارعت إلى قصف معاقل القوات الكردية بالمدفعية بهدف وقف زحفهم وإخراجهم من تلك البلدات وإعادة تمركزهم في عفرين وفي الوقت ذاته أعاد تقدم الأكراد الحديث عن الأطراف الدولية الداعمة لهم خصوصا الدعم الأمريكي الذي يأتي بحسب مراقبين في إطار توجه واشنطن لحليف قويا في سوريا قادر على محاربة داعش سواء كان من الأكراد أو من بقية فصائل المعارضة أما روسيا التي بات تواضحا دعمها للقوات الكردية أخيرا وافتتاح ممثلية لهم في موسكو فتسعى من جانبها إلى الضغط على الجيش الحر في الريف الشمالي والغربي لحلب وإبقاء عناصره محاصرين من جميع الجهات علم طيرة العربية